ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة ومشرى للمسلمين أعزائنا الأكارم السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا القرآن علم وبيان لماذا الشمس تجري ولا تسبح؟ ما شكل حركتنا حول الشمس؟ ما هو الدوران الموجب؟ أين مستقر الشمس؟ ما هو اللف المغزلي؟ هل نحن ندور حول الشمس؟ أم الشمس تدور حولنا؟ هل ستنفجر الشمس قبل وصولها إلى المستقر؟ هذا ما سوف نوضحه من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان والشمس تجري لمستقر لها في البداية تابعوا معنا هذا التقرير هذه هي الشمس مصدر الطاقة الأساسي للأرض هذه الشمس تجري بنا بسرعة 19.7 كيلو متر كل ثانية في هذا الكون الفسيح ومسارها مستقيم لذلك يدعى المسار الرأس للشمس سيأخذها إلى مستقرها النهائي في المجموعة النجمية المعروفة بإسم هرقل أو مجموعة الجاسي وتقع في النصف الشمالي الغربي من القبة السماوية والشمس تجري لمستقر لها في سورة ياسين وحرف اللام بكلمة مستقر يفيد المكان بينما قال تعالى عن الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى في سورة لقمان فحرف الجر إلى يفيد الزمان في سورة ياسين كشف علمي مذهل الله سبحانه وتعالى يقول وكل في فلك يسبحون أما أن يستسني الشمس فيقول والشمس تجري لمستقر لها فالشمس تجري ولا تسبح والفلك هو المسار المنحني أو ما يسمى القطع الناقص كل في فلك يسبحون ومن كلمة الفلك الفلك كونها منحنية قال تعالى والفلك التي تجري في البحر كل في فلك يسبحون في مجرتنا درب التبانة حوالي مئة مليار نجم كل في فلك يسبحون في مدار دائري ما عدى الشمس الشمس فقط تجري في مسار مستقيم وهذا كشف علمي يجب أن يقدم لأرقى الجامعات فكيف أصبحت حركتنا حول الشمس؟ نحن ندور حول الشمس على شكل قطع ناقص الشمس تتقدم نحو الأمام بعملية جري فأصبحت حركتنا حول الشمس هي حركة حلزونية إذا تصورنا أننا ندور حول الأرض والأرض بذات الوقت تدور حول الشمس بحركة على شكل قطع ناقص والشمس تتقدم نحو الأمام بخط مستقيم فأي مراقب عن بعض من خارج هذه الجملة إذا أراد أن يحدد أي موقع بدقة على سطح الأرض يحتاج فعلا بعلم الرياضيات والفيزياء إلى أحد عشر محورا حتى الآن يبحثون عن محاور أخرى نحن في علم الهمدس الفراغية عندنا سلاس أبعاد طول، عرض، ارتفاع لكن في صورة الكهف آية لها وضع غريب الله سبحانه وتعالى يعطينا هذه المعلومة وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ سَلَاسَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعَةٍ الآية التي تليها قل الله أعلم بما لبسوا الله أعطانا سلاس مئة سنين وازدادوا تسعة لكن قال قل الله أعلم بما لبسوا كيف؟ خلال هذه الفترة بالنسبة لنا سلاس مئة سنين وازدادوا تسعة بالنسبة لإنسان يعيشوا على سطح الأرض أما بالنسبة إلى الله هو فقط وحده يعلم خلال هذه الفترة أين موقع الكهف على الأرض الكهف يدور خلال 24 ساعة دورة كاملة فكلما اقترب الكهف من القطب يكون دورته أقل أكبر دائرة تعطى عند خط الاستواء فدار الكهف بهذه الفترة دورة كاملة الأرض بذات الوقت تدور حول الشمس الشمس تتقدم إذن فعلا هناك زمن حقيقي لأن المسافة تساوي السرع ضرب الزمن لا أحد يستطيع أن يقدر هذه المسافة ولا الزمن بدقة إلا الله كأن الله يقول لنا لكن هناك زمن دقيق جدا لا أعلمه إلا أنا فجاءت الآية قل الله أعلم بما لبسه هذه الكرة الأرضية تتحرك عكس عقارب الساعة لماذا عكس عقارب الساعة؟ كل شيء في الكون يتحرك عكس عقارب الساعة الساعة التي في أيدينا هي الوحيدة التي تتحرك بشكل خاطئ في عام 1556 حينما اخترع كريستيان هويكنز الساعات احتار كيف يديرها هل هكذا أم هكذا أدارها بهذا الشكل لكن عندنا نحن المسلمين كشف علمي مضى عليه 1400 عام لم نقدمه كموضوع علمي للعالم هو الدوران الموجب حول الكعبة الشريفة فالحاج يدور حول الكعبة عكس عقارب الساعة ولا يطوفون مع عقارب الساعة كل الكترون داخل الزرة يدور عكس عقارب الساعة لقوله تعالى كل في فلك يسبحون ثم قال وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا إذن لا تغيير ولا تبديل كامل فلذلك نحن لم نقدم هذه المعلومة حينما قال لنا صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لم ننظر إلى الدوران حول الكعبة على أنه دوران موجب اعتبرناه فقط تأدية شعائر الحج لكن فعلاً الدوران أو اللف المغزلي يدور في الكون كما نرى على الشكل متوافق تماماً مع الدوران الموجب حول الكعبة ورد آياتين في سورة ياسين وَالشَّمْسُ تَجْرِ لِي مُسْتَقْرٍ لَهَا استخدم حرف الجر لام من أجل الكسر لكن في سورة لقمان الآية 29 قال تعالى وَسَخَّرَ الْشَمْسَ وَالْقَمَرْ كُلٌّ يَجْرِ إِلَى أَجَلٍ مُسْمَّى مرة استخدم حرف اللام للجر ومرة استخدم حرف إلى للجر فما هو الفرق بين لمستقر وبين إلى أجل اللام تعني المكان والشمس تجري لمستقر لها أما كل يجري إلى أجل مسمى فهنا يقصد الوقت الذي سوف ينتهي فيه عمر الشمس إذا نظرنا إلى القبة السماوية طبعا في القسم الشمالي من الكرة الأرضية نلاحظ مجموعة تسمى مجموعة الدب الأكبر في وسط ومنتصف الشكل هذه هي مجموعة الدب الأكبر أسموه في السابق بنات نعش بنات نعش هو لأن النجوم الأربعة داخل الدب الأكبر أشبه بالنعش والنجوم السلاسة في زنب الدب الأكبر سموها البنات لذلك سميت بنات نعش إذا حسب السهم الأحمر انتقلنا من هذه النجمة في النعش إلى النجم الوسطى من مجموعة البنات واستمرنا نحو الشمال الغربي نحصل على مجموعة نجمية تسمى الجاثي على ركبته الشمس تجري بشكل مستقيم للإصطدام بهذه المجموعة النجمية ذلك تقدير العزيز العليم إذن الشمس تجري لهذا المستقر وربما تحتاج إلى عشرات الملايين من السنين لكي تصل إلى هذا المستقر فالمستقر أصبح حاليا يكاد يكون شبه معلوم عندنا لكن الذي قدره في السابق والذي حدد لها هذا المستقر هو الله سبحانه وتعالى نذهب معكم إلى فاصل قصير نعاود بعده بقية الفقرات أهلا بكم أعزائنا من جديد بقي من التساؤلات أين مستقر الشمس؟ ما هو اللف المغزلي؟ هل نحن ندور حول الشمس؟ أم أن الشمس تدور حولنا؟ ثم هل ستنفجر الشمس قبل وصولها لمستقرها؟ شاهدوا معنا هذه المادة العلمية نحن الذين ندور على شكل قطع ناقص حول الشمس التي تجري في مسار مستقيم وبذلك تكون حركتنا في الكون هي حركة حلزونية نحو الأمام وبما أن الشمس هي نجم فلابد أن ينطبق عليها سنة النجوم قال تعالى والنجم إذا هوى فلابد أن تنفجر في لحظة ما ثم تتابع حركتها على شكل قزم لتصل إلى مستقرها النهائي في مجموعة الجاسي ذلك تقدير العزيز العليم هل نحن ندور حول الشمس؟ أم أن الشمس تدور حولنا؟ لاحظنا أننا نحن الذين ندور حول الشمس لماذا؟ السماء على شكل حبك على شكل نسيج قال تعالى والسماء ذات الحبك فإذا وجد كوكب أو نجم سقيل سيحني الفراغ يجعله على شكل حفرة ويتمركز هذا النجم السقيل في وسط هذه الحفرة التي تكون على شكل مخروط لأنه حنى الفراغ فأي كوكب آخر أصغر حجما سيدخل ضمن هذه الفجوة عليه أن يدور كي لا يسقط أو بمعنى ينجزب إلى المركز ويصطدم في النجم الهائل الذي يدور حوله إن حجم الشمس أكبر من حجم الأرض بملايين المرات فهل يعقل أن الشمس هي التي تدور حولنا؟ لا يعقل ذلك أبدا نحن الذين ندور حول الشمس لماذا؟ لأننا أصغر من حجم الشمس بكثير نحن ومجموعتنا الشمسية كلنا ندور حول الشمس لكن ما هي الشمس؟ الشمس هي بالمعنى العلمي قنبلة هيدروجينية تعمل القنابل الهيدروجينية على عملية دمج أربع زرات هيدروجين وتعطي زرة هيليوم الشمس من خلال تحليل طيف ضوء الشمس القادم إلينا وجدنا أن الشمس قد استهلكت سلس الهيدروجين الذي فيها بقي في الشمس السلسين أي أن الشمس حاليا في أوج شبابها ويقول العلم الحديث نحن نعيش بجانب قنبلة موقوتة بكل ما تعني الكلمة من معنى هي الشمس قد تنفجر في أي لحظة الشمس نجم كل نجم لا يمر في مرحلة الشيخوخة أو ينطفئ تلقائيا كل نجم يشتعل ثم في أوج شبابه ينفجر لينكمش ويعود على شكل مادة مضغوطة على شكل سقب أسود ويتابع المسير بدون إعطاء ضوء فطالما أن الشمس نجم إذن يجب أن تنفجر أوضح سبحانه وتعالى هذه الظاهرة بقوله والنجم إذا هوى إذن كل نجم والشمس منها يجب أن تهوي وأن تنفجر فالشمس قبل وصولها إلى مستقرها ستقوم بعملية انفجار ضخم كما نلاحظ على هذا الشكل فهذا هو مسار الشمس فالشمس في مسارها سوف تنفجر لتأخذ كتلة نارية هائلة ثم تنكمش بعدها بشكل صغير أو ما يسمى القزم الأبيض لتتابع طريقها نحو المستقر إذن فجرت الشمس سوف تطم عطارد والزهرة والقمر قال تعالى وجمع الشمس والقمر ستكون الحرارة على سطح الأرض بحدود 16 ألف درجة مئوية ينصهر الصخر بحوالي 3000 درجة مئوية في البراكين لذلك في انفجار الشمس وبخلال عشر دقائق فقط سيكبر حجم الشمس كما نرى بحيث تضم عطارد والزهرة والقمر وتصبح حدود الشمس بيننا وبين القمر وستكون الغلاف الجوي ستكون سماؤنا كتلة نارية ملتهبة إذن الشمس لن تصل كما هي إلى مستقرها لكن الشمس سوف تنفجر ثم تتابع المسير إلى هذا المستقر سبحانك اللهم سخرت الشمس والقمر نستغفرك ونتوب إليك جعلت الشمس سراجاً وهاجاً لكن جعلت نبيك الكريم سراجاً منيراً فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته ترجمة نانسي قنقر